ما تحقق لشبوة في ظرف أسبوعين كشفها شاشة وضعف الميليشيات الحوثية وأن كسر شوكتها مرهون برص صفوف القوى الوطنية وتحريك الجبهات في آن معا الانتصارات التي سطرتها ألوية العمالقة في مديريات شبوة ثلاث ترددت أصداؤها في مديريات حريب وبات إسقاط مركز المديري الواقع جنوب محافظة مأرب مسألة وقت بعدما أصبحت بقايا ميليشيا الحوثي بين فكي كماشة ألوية العمالقة من جهة والقوات الحكومية من جهة أخرى خصوصا في ظل الانتصارات الأخيرة مسنودة بالمقاومات الشعبية في جبل البلق الشرقي وتبت الفلايحة والتوغل صوب جبهة أمريش وعقبة ملعاء تحول القوات الحكومية من الدفاع إلى الهجوم في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب كان وفق خبراء عسكريين بفضل اختراق ظهر الميليشيا في مديريات شبوه لكن الضربة القاصمة ستكون بتحريك جبهة محافظة البيضاء التي تحتل أهمية استراتيجية كونها تتوسط ثمان محافظات يمنية وتحيط بها كما يحيط السوار بالمعصم وبالتحول إلى نطاق المنطقة العسكرية السادسة حيث محافظتي الجوف وصعدة تمكنت القوات الحكومية من تحرير أجزاء واسعة في جبهة اليتمى بمحافظة الجوف بالإضافة إلى استعادة السيطرة على معسكر طيبة لإسم الاستراتيجي شمال المحافظة في عمليات عسكرية تهدف إلى استعادة مديريات الحزم مركز الجوف وفق الرواية الحكومية بالتزامن مع ذلك تنوش القوات الحكومية المتواجدة في محور آزال ميليشيا الحوثية لكن الآمال معلقة على أن تتحول عمليات كسر التسللات الحوثية وإحباط الهجمات إلى عملية عسكرية شاملة كي يرفرف علم الجمهورية في جبال مران ولا يقتصر ذلك على الشعارات بل يصبح حقيقة ماثلة للعيان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر